فإن لك أن تتخيل أن دولة الرفض إيران قد تمكنت من الحرمين لا إله إلا الله كم ستفسد الحرمين دينياً والله ليسمعنا المسلمون على منابر الحرمين الشرك بالله في الربوبية والولوهية والله ليسمعنا المسلمون على منابر الحرمين تكثير أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم والله ليسمعنا المسلمون على منابر الحرمين قذف أمهم أم المؤمنين عائشة بالزنا والله ليسمعنا المسلم ما يؤلمه ويؤذيه غاية الأذية ثم سيرى المسلمون منهم أذية في أبدانهم وأعراضهم وأموالهم هذا ليس غريباً التاريخ شاهد على ذلك والواقع يؤكد التاريخ انظر إلى حال المسلمين اليوم في العراق وما تنوقن من قصة قبل أسبوع تقريباً وأكثر من اعتداء الرافذة على امرأة مسلمة وعلى طفلها أمام أمه ولعاذ بالله فهؤلاء لو تمكنوا من الحرمين أفسدوها دنيا وديناً فأحمدوا الله أن الله جعلها في يد آل سعود هذه الأسرة المباركة التي أسأل الله أن يعزها بالتوحيد والسنة وجميع دول المسلمين يا رب العالمين